السلام عليكم مشتركي ومشتركات قناة صفية كديري لبس عليكم أشخباركم مع سيدنا رمضان نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما في سيسلة شهيوات رمضان اليوم إن شاء الله هذي نقدم لكم وصفة سهلة صحية مميزة ورديدة بزف وكتعجب الوليدة الصغار والكبار كذلك الوصفة دياليوم هي عبارة عن بيتزا بدون عجين واللي غادي كل مكون الرئيسي فيها هو الشيف لور أو القرنبيد اللي عنده منافع كبيرة للصغار والكبار واللي أسبق لي ذكرتها في فيديو سابق فأنا غادي ناخد الشيف لور أو القرنبيد غا أسلقته وغادي كما كتشوفه درته في صفاية باش نحيده منه هذك الماء يعني غادي نحاولو نحيده منه قاعد ما اللي فيه سواء تديروا لي بحلقة في صفاية وتحيدوا الماء بمعلقة أو تديروا زوية في ديال حياتي وتحيدوا هذك الماء وغادي تكون طريقة أسهل ثم كيفما تتشوفوا الماء اللي حيدنا فمن بعد ما صفيت الشيف لور مزيان فأنا غادي ناخد بيضة وغادي نضيفها على الخليط غادي نضيف كذلك الفروماج الأحمر المحكوك أنا استعمل جبنة شيدار غادي نضيف شوية ديال الملح وغادي نضيف شوية ديال الزعتر اللي حكيتو ما بين ايدي فوقي اعطانكها جميلة بزاف وغادي نخلط جميع العناصر مزيان حتى الجانس ومن بعد غادي نرجع باش نشوفو تتمات الوصفة فمن بعد غادي ناخدو إناء اللي غادي يدخل الفرن وغادي نفرشو في ورق الزبدة وغادي نحطو الخليط ديال الشيفلور او القرنابيت اللي صوبنا بالبيض والفروماج وغادي نحاولو نعملو على شكل دائري فكيف مما كتشوفو فاحنا كن نحاولو نسرحو العجين وكن قدو الجوانب باش نحصلو على شكل دائري في الاخير وغادي ندخل الفرن على درجة حرارة 250 لمدة 10 دقائق وكيكون هادا هو الشكل ديال بيزا ديالنا مليء طابت فكيف مما كتلاحظو فهي هانتو مما كتقطع متاشي حاجة جد زوينة ومتماسكة والآن غادي ندوزو باش نحضرو الحشوة بالنسبة للحشوة اللي غاستعملو فات بيزا فغادي نحتاجو لها الخليط ما بين البصل والفلفل الملون أنا استعملت الأخضر والبرتقالي والأصفر غادي نحتاجو كذلك الفروماج الأحمر المحكوك وغادي نحتاجو لسلسط الطماطم اللي عندي أنا وجدة وندوزو باش نكملو ناخدو مقلات غا نوضعو فيها الزيت غادي نسخنوها وغادي نوضعو البصل والفلفل الملون وغادي نخليو هاد العناصر حتى التدبل ومن بعد غادي ندوزو نكملو الوصفة ديانا من بعد غادي ناخدو البيتزا ديانا غا نوضعو سلسط الطماطم وغادي نحاولو نفرقوها فوق البيتزا ديانا وغادي نوضعو شوية ديال الفروماج من الفوق ومن بعد غادي نضيفو البصل والفلفل الملون وغادي نسرحو حتى هو فوق هاديك البيتزا ديانا ومن بعد غادي نضيفو حد القطع ديال الطماطم اللي قطعتها هكا على الطول كانت زيين فقط وهاد البيتزا ممكن يعني تستعملو فيها اي حاجة عندكم متواجدة في البيت ماشي بالضرورة هادشي اللي درت انا يعني ممكن تديرو فيها الطون ممكن تديرو فيها لتديرو فيها الكفتة يعني اللي بغيتي فأنا فضلت نستعمل الخضر بما انه في القاعدة ديال البيتزا ديالنا مستعملين القرنبيت يعني فضلت نستعمل غير الخضر وكيف ما كتشوفو فأنا ضفت من الفوق الفروماج الاحمر وغادي ندخلها الفرن لمدة خمسة حتى ستا ديال دقايق غير باش يدوب لنا هادك الفروماج لان كل شي عندنا طيب فالقرنبيت طيب والخضر كلها طيبة وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالبيتزة الشيفلور اللي حضرنا فكنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال اعجابكم وتحضروها في البيوت ديالكم لانها فعلا وصفة صحية مغدية لديدة كتعجب الكبار وكذلك كتإحمقوا عليها الوليدات الصغار وهي حيلة باش الوليدات يكلوا لنا الشيفلور وإلى عجباتكم الوصفة ما تنسوش تديروا لي لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله